زيكم يا شباب اعملين يا ربكم بخير? اه طبعا احنا هنشرح اه في الفيديو دوت اه مالتوناشنال كوربريشن تمام? اه كنا طبعا نزلنا فيديو وشيط الشيط دوتو الفيديو ده وكان عبارة عن اول خمس محاضرات تمام? كل اللي قالته الدكتورة احنا كاتبينه ونزل تمام? لكن الاول ما نزل الكتاب بقى هنبدأ نشوف الكتاب عن متى بتكلم عن ايه? فنبتدي في الفيديو دوت هنشرح اول شابطة اللي هو انترو داكشن مالتوناشنال كوربريشن عايز ان نعرف يعني ايه اصلا مالتوناشنال كوربريشن ايه اهميتها الاستراتيجيك بتاعها ايه الخصوص بتاعتها الكلام دا كله تمام? وعندنا برضو هننعرف هننبدأ نخش في شابتر تو في الفيديو دوت. نبتدي بشابتر وا واول حاجة عندنا هي تعريف المالتوناشنال كوربريشن. بنقول ان هي اه بنقول ان هي منظمة بتمارس العمالة التجارية في كزا دولة في اكتر من دولة. يعني مسلا الشركة دي فتحة في مصر فتحة في السعودية فتحة في الامراض في الكويت في الولايات المتحدة. الكلام له له طيب. تعالي نشوف بتاعها او ده نفهم منه ايه او يعني ايه برضو بقول لك ان هي انترناشنال بيزنس. انترناشنال بيزنس ليه اعمالت وجرية دولية والله ازا ما بقول لها كده هي فتحة في كزا دولة تمام? مش محلية. ماشي مش ناشنال لا ده انترناشنال. طيب برضو بيقول لك ان هي كمان بيبقى لديها بيبقى ليها مكاتب مبيعات او مرفق تصنافها العديد من البلدان يعني والله ده فتحة مصنع في مصر فتحة في مصنع في السعودية فتحة مصنع في في فنلندا الكلام ده كله طيب. كمان بيقول لك ان هي بتضم آآ او نشطة زي يعني بتصدر وبتستورد وبتتصنع في كزا دولة. والله ده مسلا بتصدر آآ لمصر. بتستورد من الامارات. بتصنع في الصين. الكلام ده كله. كمان برضو ان هي بيبقى لها آآ تمام سلو زا آآ بزنس يعني بنقول ان هي برضو آآ بيبقى آآ ليها بتستغل الفرص في جماعة نحاق العالم عرغم من كما باعمال التجريع آآ في عضا كولم البلدانية يعني تبقى هي عبارة عن بتشوف ايه الدولة اللي هاتيح ليا ان انا افتح فيها وان انا اكسب تمام فعندنا مسلا ان هي تعمل حاجة اسمها لو طبعا الناس لو سمعت الفيديو الاولاني عندك ده يقول له استثمر اجنب المباشر اللي هو تمام بتقول تعالى انا دلوقتي معايا فلوس او مستثمر اتباروح افتح في مصر ولا افتح في السعودية بابدع بقى اشوف انا هفتح في مصر ليه طب لو فتحت في مصر عينجا حلقة طب في السعودية نسبة الرسك بتاعتي كام الكلام ده كله طيب كمان بردو الناس بيبقى عندها آآ مانجيريال ديسيجن كارات ادارية تمام بتبقى محتمدة على الجلوبيل آآ آآ برسيب باكتيف برسيكتيف اللي هي عبارة عن ان هي بتعتمد على المنظور العالمي يعني مش بتاخد اي كارات كده وخلاص لأ بتشوف اللي بتشوف اللي مسلا الاغبار الاقتصادية في العالم كله وتشوف بقى الدولار غيلي لا ده زاد ده لا ده في مصر الدولار العمال يغلى لا ده مش عارف طب لو رحنا فتحنا فين الدولار هي الا هيبقى التكلفة بتاعتنا هتبقى قليلة الكلام ده كله كمان برضو ان هي بيبقى عندها آآ بتستثمر بتعمل في آآ بيبقى ان هي برضو بيبقى ليها جزء بير من اصولها دوليا او ان هي بقى عندها اصول في مصر تمام مصانع وآآ وزي ما قلنا سيلز اوفيس وعندها العمال بتاعتها ومسلا الشركة الام في مصر وعندها شركة تانية فرع تانية بالمكانية بتاعتي بالموظفين في السعودية في آآ في آآ عندك في الامارات الكلام ده كله طيب طب ايه اللي بتعتمد عليها او اول حاجة الجلوبل كوربوريشن الجلوبل كوربوريشن ليش شركة العالمية بتيبقى تحتبر ان هي شركة العالمية في اقولك ان هي بريدوس انهم او آآ واع وعند ماركتينج زي او بريدوس زي بريدوس بماركتينج بمعنى ان هي بيقولك ان الشركة العالمية دي لاما بتنتج في بلد معينة تماما بتركز اسواق على المنتجات العالمية او بتنتج عالميا وبتركز اسواقها محلي. بمعنى بتيجي تقول انا شركة مسلا فتحة في مصر. حل? مركزي مصر. وبصلنا عندي في مصر. ويه بعمل ماركتنج ليه بعمل ماركتنج بقى حاول العالم كله تعالوا اشتيروا من عندي تعالوا واستوردوا من عندي المنتج دوت. او ان انا اصلا بتبدأ ان هي تنتج مسلا في السعودية حل? بتنتج منتج ده في السعودية. وبتبدأ مصر اللي تستوردوا منها. بمعنى ان هي دلوقتي يعني انا ممكن اصلا اكون انا بصدر حلو الشركات المنتنشن اللي ممكن تصدر وممكن تستورد. تمام? عندي بقى تاني نوع اللي هو الانترناسشل الكوبريشن اللي هي المؤسسات الدولية. المؤسسات الدولية دي بيقولك ان هي بتعمل زي الابريتنج والبروديوسنج تمام? في الفورنج كنتري. يعني يقولك المؤسسات الدولية دي هي بتبدأ تصنع يعني تنتج وتصدر في بلد اجنبية. ولكن بتوجيه محل يعني حضرتك احنا هنديك المنتج تمام? وهنبدأ ان نصدر لك المنتج حل وانت تاخده مننا. بس والله انت هتحسبنا على اه ان احنا اه مؤسسات خارجية اه احنا ملناش دعوة احنا هناخد بالعملة بتاعتنا تمام? هنتعامل بالثقافة بتاعتنا احنا الكلام ده كله. فبيبدأ يقولك برضو ان هي بتبدأ اه تحتبر الاعمال التجرى دي محلية او الافراد ومنتجات الاعمال التجرى المحلية. والله انا اه انا هبيعلك تمام? وهنزل في اه كل الدول بس انت هتمشي به دماغ انا باستياسات بتاعت الدولة بتاعتنا. تمام? امش هحتبر نفسي شركة من الشركات عندكم. لا انا شركة مصرية. بس اتضل لكم. اه باخد بالجن المصري. اه بامشي على حسب السياسات المصرية. بامشي على حسب توجيه المحل. اللي يقول عليه اللي في الشركة الام. هو ده اللي هيمشي علينا. تمام? طيب. عندي تلات نوع اللي هو الملتنشن الكوربوريشن. هي شركات متعددة جنسية. بيقول لك نياس بسيفيك نيز. ماركت اه والبرودكت والبرائس اند البرموشن. يعني بيقول لك ان هي بتبدأ ان اللي عندك شركات متعددة الجنسات دي تستجيب للاحتاجات المحددة لمختلف اسوق البلدان. فيما تعلق بالمنتجات والاسعار والتروية. يعني ايه? يعني انا عندي هيدا الشركة بتاعتي في مصر. تمام? شايف ان هما مسلا في السعودية محتاجين المنتج بتاعي. هدهولهم. ماشي? بس هدهولهم بايه بقى? على حسب الفلوس بتاعتهم والله احنا هنتعامل بقى بالريال السعودي. وهنتعامل بقى حسب ما انتم بتعملوا برموشن وبتعملوا بماركتنج. على حسب برضو المنتج بتاعكم والكلام ده كلهم. هنتعامل لنا احنا شركة. بيقول تمام طيب عندي رابع نوع اللي هو Transitional Corporation Transitional Corporation دو اللي هو الشركة العبر الوطنية يعني بيقولك ان هي تبدأ Transitional Corporation Reduce والMarket والInvestment and Operations Cross زور للت يعني ان هي دلوقتي بتبدأ تنتج الشركة عبر الوطنية دي وتتسوي وتستغل سمرتبنا في الجميع عن حياء العالم وبتبدأ ان هي تستخدم الشركات من العلوات الجنسيات والشركة العالمية والشركة عبر الوطنية بالتبادل يعني ايه؟ انا شركة عبر الوطنية انا هنتج واسوق وكده في العالم كله يعني ازاي؟ يعني انا والله فتح فرع في السعودية انا هنتج في السعودية وأصدر في السعودية واجب الروماتيريا اللي عندي في السعودية مش هنتج بقى في مصر وأصدر لكم دا دا انا هنتج وهبيع في البلد اللي انا فيها تمام؟ يعني مش ان انا في مصر وهصدر او هستور لا دا انا هنتج في البلد وهبيع بسعر البلد والكلام كله بالبلد اللي انا فيها تمام? عندي هنا بقى مكرنة بالسبب بقارن بين كل اه نوع من اللي احنا قول لهم بقى الملترنشنال اجريبا الملترنشنال ترانزيشنال تمام بقارن ما بينه فبيقول لي مسلا ان عندي في الملترنشنال هنا اللي هي الشركات متحدة الجنسية بيقول لي الاصول والقدرة فيقول لك ان هي بتعتمد على بيبدأ يقول لك ان هي لا مركزية اه اللي هو انت دلوقتي اللي هي مركزية والاكتفاس ديتها على السعيد الوطن بمعنى انا ما باحتمدش على الناس اللي برا انا باحتمد على السعيد الوطن بتاعي الناس اللي شغال عندي دول من الدولة بتاعتي حلو طيب في الجلوبال لا بيقول لك ان هي مركزية وموسوعة عالميا تعالي يا عام الناس اللي عايزة تشتغل تمام او انا بسمى متن عالميا بابدأ اصدر وبابدأ استورد عالميا وكمان برضو بشغل عندي ناس من جنسيات كتير طيب بيبدأ يقول لك في التاني حاجة مكاربنا اللي هي اه بتاعت انت بتاخد ادوار العملاء بتاعتك ازاي فبيقول لك ان عندك دي ان هي اه بتبدأ تمام يعني ان هي استغلال محلي استغلال محلي انا ماشي طبع التعليمات اللي هتقولها لي اه في البلب بتاعتك يعني مسلا انا ماشي عندي هنا في انا دلوقتي بنتج في السعودية انا ماشي على حسب الاستغلال محلي في السعودية على حسب اسعار السعودية على حسب الاقتصاد بتاع الاقتصاد السعودي انا ماشي عليه لكن عندك هنا في بيقول لك ان هي بترجع لي اه تنفيز اه تنفيز اه تنفيز الشركة الام لا والله انا او فتح في السعودية بس انا باسمع الكلام او بقامشي على حسب اه السياسة المصرية او بقامشي على حسب الاقتصاد المصري وبقامشي على حسب العملة المصرية تمام? طيب. تلات حاجة برضو بقول لك ان انت عندك هنا في يعني ان هي بيقول لك بتطور المعارف والاتفاص بها داخل كل واحدة. داخل كل واحدة ازاي? انت عندك تمام? حلو. انت دلوقتي بقى عندك معلومات وطورت مسلا عملت في الفرع بتاعك اللي في السعودية. ملكش دعوة بالفرع بتاع الامراض طور من نفسه ولا لأ? كل واحدة على حدة تمام? كل يونيت لوحده. كل دولة لوحديها. لكن بيقول لك هنا بيقول لك انت دي مش مش يعني انت دلوقتي بتعمل والله انا اللي انا وصلت له من المعارفة والكلام ده كله انا بابدأ اقوله للشركة الام والشركة الام تبدأ تقول لبقية الشركات. طيب? طيب. بتبدأ برضو اه بكمل المقارنة دي بين نوعين اللي هي المؤسسات الدولية. اللي هي عبر الوطن. طيب. بقولي ان انا عندي اول حاجة في الانترناشنال برضو هرجع قارن ما بين الاسيتس والكافلتيز. فبقول ان هي السورس دي كور آآ 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 يعني بقول ان هي بركز على مصادر الكفاءة الاساسية واللا مركزية. بمعنى ان انا برضو بشوف الكفاءات اللي عندي بشوفها دي داخل الدولة تمام? وخارج الدولة. بمعنى ان انا بقول والله انا مسلا فتح في السعودية هاتلي يا عم الناس اللي هنا احسن الناس في السعودية يبشروا العمل. وعندك هنا مسلا انت فتح في مصر قوصي بالناس اللي في مصر هي في مصر. ممكن مسلا انت بنودي مسلا الناس ايطلعوا من مصر هنا يروحوا. يعملوا مسلا ياخدوا خبرة ياخدوا تدريب هناك في السعودية مع الناس دي نعمل لهم دورة مسلا والعكس تمام? في الترانزيشنال بيبدأ يقول لك ان هي اا واندبندنت اند اسبش آآ بشرايزد يعني اللي هي بيقول لك ان هي مزعة ومستقلة ومتخصصة. بالمعنى ان انت عبر الوطن دوت انا آآ مش ببقى مسلا قافل على نفسي في البلد اللي انا فيها لا انا ببقى ببقى مفتح على كل البلاد ببقى مفتح ان انا مسلا فتح في آآ في زي كده تمام? احنا فتحينه كلنا بتاعة استعادية اي اي تجديد عندك هتقول لنا عليه اي حاجة هتقول لنا عليها تمام? حتى بيقول لك ان هو هنا في بيبدأ يعمل شيرد للنولدج والديفلومنت بيبدأ يقول لك ان هو بيبدأ يقول لك كل المعارف المستحدثة دي وبيعرر بها كل الفروع اللي عنده لكن وردو عندك في برضو الانترناشنل بيبدأ يقول لك ان الانت دي يعني بقول لك انه بتتم تطوير معرفة في المركز وبتم نقلاق الوحدات خارجية يعني ده ازما يكون الشركة الامب او الشركة المركزية هي اللي هتبدأ تقول لي خد اتعامل بالطريقة دي في البلد عندك وخد انت هتعمل في البلد دي بالطريقة دي عندك مسلا يجي يقول لك والله مسلا احنا كنا خدنا ان انت عندك الصين اه اوبر فاشل في الصين بس نجا في مصر عشان مسلا هم معملوش الحيطة بقى بتاعت ان هو معرفش ان ثقافة الشعب المصري غير ثقافة الشعب الصيني مدرسة هو الكلام دوت بيبدأ يقول لك بقى ان هي برضو اللي هي الادوار الخارجية بيبدأ يقول لك ان هي عندك في الانترنشن تبدأ ان هي تمشي على حسب استراتيجيات الشركة الاوم تستفيد منها تتكيف معايا طيب عندك هنا في لا بيقول لك تمام بيبدأ ان هو يشوف بيبدأ في تباين او اختلافات في الواحدة الوطنية في العلاميات المتكاملة على الصعيد العلامي بمعنى لزي هم بيقول لك بيقول لك بان هو بيعمل اه كل حاجة اه متخصصة في مكانها يعني انت اعمل في السعودية خلاص انا هعمل لك كل اللي انت عايزه هناك على الصعيد العلامي بتاعك مسلا تمام في السعودية في الامارات في الكويت الكلام ده كله تمام بس برضو هتمشي تابع مساهمات الوحدة الوطنية مش تبقى ماشي زي في مصر قوي بس هنديك برضو استراتيجيك تقدر تمشي بيها اللي نجحتنا في مصر هنعرفوك الاسباب بتاعتها تمام مقارنة حسوها تقولها تقيلة وصعبة بس مش مهم يعنى بعد كده بابدأ اخش بقى على الابريتنج كروستريتك اوف الامنطناشنال ااا كامباني تمام بيقول لك ان انا عندي هون كانتري ووس كانتري اللي هي بلد الموتن بتاعتك اللي انت بتبدأ تنتج فيها اللي هي دي دي اساس الشركة اللي هو بتاعتي ووس كانتري دي البلد المضيفة ليا البلد اللي انا بروح افتاح فيها بيقول لك اول حاجة ان انت مسلا عندك بيبدأ ان ان انت بتعمل تمام في كلا البلدين في يعني بتبدأ تقول ان ان انت اا دلوقتي بتستجيب لي باقيية الهم لكل من بلد الاصل البلد المضيف انا دلوقتي البلد الاصل بتاعتي بشوف والله مسلا احنا هنا في مصر دي بلد الاصلي تمام بشوف الدولار ماشي ازاي بشوف الحالة السياسية ايه كلام ده كله وثقافة الشعب كل كلام ده بحطه في الدماغي تمام وبردو بتعامل بيه في ببدأ برضو مش مش اللي انا هنا والله عصلا انا انجحتي هنا بالطريقة دي طب ما مسلا الثقافة الثقافة بتاعت الشعب المصري غير الثقافة بتاعت الشعب السعود غير الثقافة الشعب الصيني لازم ان اتكيف وابقى فاهم الانفرلمنتل اا فورسيز تمام فيه افاهم التغيرات البيئية دي في البلد المضيفة امشي طبع البلد المضيفة بتاعته كمان بيبدأ يقول لك برضو ان 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 انت عندك ابيبقى ده في ان الام انس دي تبقى في زي السيم ريسورس زي وقول لك الرسورس دي زي اللي نفايمشش الرسورس يلي هوم الرسورس الرسورس الانفروميشن الام لكله طايم. اا زي تريدمرك. فبيبدا يقول لك ان انت عندك الشركات من التعددة الجلسيات دي بتستمد من نفس المورس. فوق في البلد الاصل او البلد المضيفة. يعني والله يا باشا احنا في البلد الاصل بنجيب الروماترة بتاعتك منين? من مكان هجيبها لنا برضو في البلد المضيفة. تمام? والله ان هنا في مصر بحستورد من الصين. برضو انا في السعودية هاستورد بالصين. تمام? طيب والله ان مثلا اللي يوم الرسورس عند ان انا هيعين ناس مثلا مش عارف خارجة ايه وايه وايه برضو في البلد المضيف عندي هيعين برضو الناس خارجة ايه وايه. بيبقى عندي مسلا بيبقى عندي انا حاطت معين ليه للشركة مسلا في بابدأ احطها برضو في بابدأ احط نفس دي او الموارد المالية بتاعتي. كمان بيبدأ يقول لك برضو ان انت عندك بيبدأ ان انت لازم يكون عندك رسالة او رؤية مهمة بيبقوا مشتركين. فكل فرع من فروع الجنسات دي بيضع استراتيجيات. بس انت في الاخر برضو بيبقى عندك ان انت لازم والله احنا هدفنا هدفنا ان ان احنا احنا في البلد هدفنا ان احنا هدفنا ان احنا اعلى في البلدين الكلمة كله. كمان بيبدأ يقول لك برضو ان هي بتقول ده يعني انت دلوقتي برضو بتفضل شكلات معدلات جلسيات نقلة عاملاتها الى بلدان مختلفة على اساس معدلات الاجور والمنخفض وتكلفة النقل المنخفض والقرب من المواد الخامية يعني مسلا هل انت تفتح في بلد زي اه عندك اه افتح في جنوب افريقيا ولا افتح مسلا في بلد زي مصر طب لا اما مصر عايزين مرتبات عالية عايزين بتاعتك عالية بتاع روماتيرر العالي الكلام ده كله لا انا افتح في جنوب افريقيا هناك الااا الاعمالة قلي يعني بتاخد مرتبات قليلة مش هتكلفني نقل كتير مش هتكلفني ان انا برضو اجيب روماتيرر بمبالغ كبيرة الكرام ده كله عندي بقى اخر حاجة البنفت البنفت بتاعت الامن اس دي في اخر شابتة في الشابتة روان عندي بيقولك ان انت البنفت دي اول حاجة ان انت بتعمل اا بتعمل زيادة في اا زيادة المنافسة في الاسواق المحلية يعني ايه والله باشا انت بتخش ان انت انا بالنسبة لها انا كاااااا هستفيد هستفيد ازاي والله ان ان انت دلوقتي لما بتعمل كده بتخلي الناس مسلا اا اللي بيقولك بقى ان انت بتخلي دي ان هي بتزود بتاعها ان هي بتستخدم احسن او تمام بتبدأ تعمل يعني انا هستفيد انت هتستفيد ازاي انا والله انا مش شركة مسلا مصرية تيجي تفتح في السعودات هتخلي الشركات السعودية كمان تحسن من نفسها وتحسن من من التكنولوجيا اللي بتستخدمها وتبدأ تعلل في المبلغ زي بتاع اليونت الواحد تبدأ تعمل حروض الكلام دا كله هم بيقولك ان اللوكر الفيرن كمان بتعمل او زي سوبر تكنولوجي والماناجمنت او بتبدأ ان انت تعمل ممكن للشركات محلية انت تستفيد منه افضل التكنولوجيا والمراكسات التنظيمية والادرية للشركات معادية الجنسية بيتخليك ان انت كشركة مسلا كزي الشركة في السعودية بتبدأ تبص الشركة المصرية دي استغليم تكنولوجيا ايه ايه المنتج اللي هي بنزله ايه التحديات طب اللي هي بتنزله عن المنتج بتاعنا وبتبدأ انت تستفيد منه كم بيقولك ان الامنس دي بتخلي ان انت عند التطور الشركات المتعدية الجنسية دي انشوطة مبتاكلة في البلدان المضيفة فانها يمكن ان انت تولد تحسين رأس المال البشري يعني انت دلوقتي فتحت في السعودية تمام بتخلي نفسك انت اصلا تبدأ تشوف بقى الناس هنا لما بتيجي تفتح تمام وتلمس السوق حلو قل لك ايه انا انا حطيت ايدة على ولمست السوق وحطيت ايدة على الفكر بتاعهم تمام هابدأ برضو اعمل لهم اللي هم عايزينه تمام طيب دي قد اقول لك برضو ان انت بتعمل يمكن البلدان النماء الحصول على التكنولوجيا من الشركات المتعددة دي بتقدر انها تاخد برضو تكنولوجيا من الامنس في اه باربع طريق اول طريقة اللي هي الفورين اللي هي قلنا عندنا اللي هي قلنا ان هي بتبدأ تعمل استثمار خارجي تمام او استثمار اجنبه مباشر يعني مسلا شركة زي شركة اه ام شركة زي مسلا شركة هو تمام عايزة تفتح مسلا في مكان يكون اللي عمالة في بتاخد اجرق العيلة مش عارق ايه تبدأ تبص مسلا على جنوب افريقيا بقى انا عملت كده استثمار اجنبه مباشر في جنوب افريقيا. تاني حاجة بيبدأ يقول لك برضو ان ان انت بتعمل جونت اا جونت فنتشار بتوين ان 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 انت في الوقت برضو اعمل حاجة اسمار بتبدأ يبقى فيه تعاون او اا بيبقى فيه اا عندك الشركات استراتيجية بتبدأ تعمل لها تعاون ما بين الشركة المحلة وشركات معادلات الجنسية يعني مسلا شركة جاية تفتح من مصر راح تفتح في السعودية بتعمل تعاون ما بين الشركة السعودية هناك وبينتجوا خط السعودي مصري تمام انتاج سعودي مصري وان هي بتبدأ تعمل ان هي بتبدأ مسلا اا تعمل عندك شراء التكنولوجيا فيه اشكال تعاقدية زي برات الاختراع الترخيص اا الكلام دا كله ان انت دلوقتي بتعمل انا بشتري منك الفكرة او التكنولوجيا اللي انت عاملها عشان انتجها في البلد عندي فمسلا انتيج دولة زي دولة جنوب افريقيا شايفا مسلا اا شركة ما نجح هنا في مصر او نجح في السعودية طب ما تيجي عم تديني برات الاختراع بتاعتك دي تبدأ تديني تكنولوجيا اللي انت مش بيها تبدأ تديني المرامج تديني الالات اللي انت مش بيها ما نجحت عشان نبدأ انا نجحنا كمية برضو اخر حاجة اللي هي اا تمام ان انت بتبدأ تعمل الهندسة العكسية والتقليد والنسخ يعني بتبدأ تشوف تقليدهم تمام يبدأ يقول لك ايه ده احنا هنا مسلا في جنوب افريقيا بنعمل هاي كوبل المنتج اللي معمول في مصر او السعودية ده ده احنا بنعمل مسلا الهندسة العكسية بناخد الفكرة بتاعتهم ونحاول نقلدها تمام هي دي الفكرة ازاي برضو تبدأ تستفاد من ان هي تستخدم الامن اس هنبدأ دلوقتي نخش في شابتر تقول اللي هو الامن اس تبدأ تشوف عشان الشركات دي بتفتح هتختار الدولة دي بناء على ايه وايه الحاجات اللي هتأثر فيه كاراتها طيب بعد ما خلصنا قل ان انت عندك الان تبدأ تقدم لك يعني ان انت بتبدأ تقدم لك الفرص عشان اعمال تقريبتها داتك دي او شركتك تبدأ تنجح وتلقل كمان بيبدأ يقول لك ان هي كمان بتساعدك على ان هي تواجه اي تحدية بتقدملك في التحديد دي كمام عشان تبدأ تشوف التحديد دي بيتخليك تغلب عليها عشان تيجي تفتح على في مصر كمام برضو هقول لك بقى انت بيبدأ يقول لك انwhonement اللي تأسس اللي девا طيب ال cavity اللي هيا بقى العامل بقية بتاصل العمل التجرية فيه ان هي مسلا بتضم اه الهومن رسورس مانجمنت التريد اه بنز الارجنزش تركشور الامانشا المانجمنت الماركتنج اه المانجمنت والبرودكشن المانجمنت يعني من الاخر الانترنال انفيرومنت دي بتشوف او بتهتم وتفوكس على كل الحاجة اللي هتساعدك في ان انت تنتي انت بس اي مشكلة هتقابلك بالانتاج لأ احنا هنحلالك داخلين طيب الانترنال انفيرومنت يمام تبدأ تبص بقى على ان هي بتتقسم لمايكرو وماكرو طيب عندك مثلا فيمايكرو بيبص على انه الكوميباتاتور والكاستمر والماركت اه routine behavior وفايلانز والكلام دا كله كمان عندك في الاكسترنال مكرو بتبدأ تقسم ليه wholea auf وال والانترناشنال فاكتورز والناشرنال فاكتورز فبتعال هبقى نشوف بقى الانترنال والاكسترنال دي هندرسها ازاي? طيب عندي بقى اول حاجة اخش فيها اللي هي اخش فيه الماكرو اكسترنال قال لك اول حاجة اللي هي فيقول لك ان انت عندك البال اللي اجتماعي والسوكفاة دي بتأثر على بتختلف في زي زي بيبدأ اقول لك ان هي العاون الاجتماعي دي والسوكفاة بتختلف في بلدان العالم مختلفة كمان فبيقول لك انها مسلا بتبدأ تركز على تبدأ تشوف الناس يعني في الدولة دي عايزين يشتغل ومش عايزين ايه مش شغل الناس دي محتاجة فعلا هتشتغل ومحتاجة فلوس عندها عندها صغر ولا الهيومان كام دا كله بيقول لك برضو انت تبدأ تبص على التردنكش والباليو تمام تبدأ تبص على كل حاجة في المجتمع هل الكلام دا هينفع معي وانا بجرفت اي الشركة هل انا هيكون اعمل جذب ليا وهيخلي نفتح فعلا ويفيدني ولا هيبدأ يخسرن ومش يبدأ شوف لكن انت عندك اه في عندك اللي هي دي كان دخل في في تمام في اه بطريقة التوصع السريع تمام فالف وتسعمائة سبتسين كان عنده دي اللي هو روية التوصع السريع بيقول لك مسلا ان انت عندك فالف تسعمائة سبتسين ده في كل مسلا خيال تمت ايام يفتح فرعه في كل تمام ايام يفتح فرعه بيقول لك ان هو بقع عنده مية ستور كمام في اقل مية سنتين كان بيبقى عنده مية ستور كمام كان بيقول لك انه مش بتاعت ان هو اللي هو تعال ان ههدن لك احسن خدمة اكل سريع انا اقدم لك. تحصل على انتجاتنا بسعر التنفوس. كان بقول لك تمام? هتاخد احسن في التوصيل الاكل والاكل بسرعة كلامة كله هتاخد برضو اه باحسن سعر عندنا. تمام? طيب. يبدأ يقول لك برضو ان الناس في مصر بدأوا يزاولوا لمحلات سوبر ماركت وجودوا متاجر تمام? ويبدأ يشترون مزيد عندك برضو الشركة دي خسر بسبب برضو ان كان فيه اه فكر الفكر المصري اتغير من ناحية الاكل السريع لان هو يبدأ باقي يجيبه المطاق يشترون عاماتها من السوبر ماركت ويبدأ هو اللي اه يطبخ بايده من الاخر تمام? بيقول لك مسلا انت عندك برضو في اختلافات في فبيقول لك اول حاجة الكمميونكيشن الكمميونكيشن بيقول لك ان هو بيلعب بيلعب دور حيو لاتصال عندك بيلعب دور حيو ازاي? بيقول لك ان انت اسلام عرس الممارسة اللي اعمال تجريب تحت تجريب في مختلف البلدان لك ده بيجبع الشركات تأخي الحزر في لغة المنطقة والمتطبة والترجمة. معنى لازم ان تخلي بالا كون انت بتفتح فيه تمام? لازم ان تكون عارف تتكلم كويس بتكتب كويس برضو اه تبقى عارف من الترجم تبقى فان مسلا لان مسلا انت دلوقتي لما بتروح الشركة مصرية تمام? كل اللي فيها مصريين تمام? عايزين نروح يفتح في الصيني. طب ما انت عايز الناس بتعرف تتكلم بصيني. عايز الناس تتعرف فهم الثقافة الشعب الصيني. الناس تبقى عارفة الدينة مش هي اناك ازاي? ما يقبلكش بقى مشاكل اللي هي اا مشاكل خطيرة في مختلف المعملات. بالجيش اصلا انت مش عارف تتعامل مع مسلا السولامي. مش عارف تتعامل مع القصر. مش عارف تتعامل مع الناس اللي هبيع لها ولا هتشتري منها ولا الناس اللي هم هيدوك للمكان والكلام ده كله. بسبب ايه ان انت عندك عائق في اللغة. فلازم ان يكون ده دور حقيقي. ولازم ان تكون عندك الناس اللي تعرف تتعامل معها يبقى فيه تواصل ما بينها وبين الناس في البلد المصادفة. عندك تاني حاجة برضو بتقصر معاك فيه الثقافة. الميزة التنفسية. انت عشان تكسب الميزة التنفسية دي. فمسلا بيقول لك ان انت دلوقتي كل يعني كل بلد. كل ثقافة البلد بتحد انت التكلفة بتاعتك عشان تعمل البزنس بساعك ده كام. والله مسلا هنا في مصر والله انا محتاج قد ايه محتاج اا عمالة قد ايه محتاج او ده مسلا ده انا عندي في مصر ميت مليون. انا كده محتاج افتاح مسلا تلات اربعة فروع مرة واحدة عشان ابدأ اغطي الميت مليون. لا ده مسلا بلد مسلا فيها عشرين تلاتين مليون بس ممكن فراعين هما يكافوا الكلام ده كله تمام? طيب. عندي تاني اعمل بقى بعد عندي التكنولوجيا البيئة التكنولوجيا. فبيقول لك ان انت عن التكنولوجيا ما هو واحد من اهم العوامل اللي بتأثر او بتحدد مستوى انت التكنولوجيا هي واحد من العوامل اللي بتبدأ تحدد آآ مستوى المستوى الاقتصادية او التنمية الاقتصادية في البلد دي. بتشوف الناس دي وصل لحد فين? فبتبدأ تشوف هما اه والله ده متوكنين من التكنولوجيا وعندهم اخت التوطرات التكنولوجيا ازا يبقى الكنوية بتاعهم متميز الناس دي لحركة تصدير بتاعتها كويسة الكلام ده كله. تمام? طيب بيبدأ برضو يقول لك ان انت العكس الاختراف بين الدول في الغالب بنخليه مستوى التكنولوجيا ومستوى التكنولوجيا ليس هو نفسه في جميع البلدان. يقول لك ان انت عندك التكنولوجيا والله يا باشا انتهينا في مصر عندك تكنولوجيا صفر بنية تحتية صفر. تمام? طب عندك مسلا اه في اه جنوب افريقيا لا ده عندهم بنية تحتية كويسة بس ما عندهم مش تكنولوجيا. طب والله ده عندك في متر المتحدة او ده عندهم بنية تحتية وعندهم تكنولوجيا وعندهم فبيقول لك تختلف على حسب كل البلد وانت هتعاني في كل بلد برضو. تمام? طيب. تالت حاجة بقى زي اللي هي. اللي بقى الاكتصدية. فبيبدأ يقول لك برضو ان الاكتصدية دي بتأثر في كل بلد مختلفة عن التانية. بتأثر بما بطريقة ماشي في الانترناشنال بيزن تتأثر بطريقة مباشرة في الاعمال التجارية بتاعتك الدولية. فبيبدأ يقول لك ان انت مسلا بتبدأ تبص على حاجة اول حاجة اللي هي بتبدأ تبص على انمول الاقتصاد. المول الاقتصاد اهوت بتبدأ تبص عليه وانت جاية تفتح او والله تبدأ الناس دي فعلا بتاعهم انظامه. فبيبتبدأ تقول لك ان انت عندك بيبدأ تمام? يعني بتبدأ تقول ان انت عندك بقدر تفعمل معدل النمو اللي تصور في البلدين ورفع نوعية حاجة موطنية بالاضافة الى تاحت فرص لتوسيع تسويق للشركات التجارية. طيب. والله الناس دي عندهم ان النمو عنده بيبقى قويس الناس معهم فلوس تشتريه والناس الدنيا حلوة يبقى احنا لما نفتح والله احنا مش هنخسر. طيب بيقول لك بقى لو انت عندك في البلد دي تبدأ تقول لك ان انت كده هتبدأ لما بيبقى عندك ركود او نخفض في النمو الاقتصادي فانت كده بيبقى فيه منافسة شديدة بين الشركات على احتفاظ بحصتها في السوق. وبتحاول ان هي تعمل برضو بتزود تمام? او ان هي بتبدأ تحافظ على بتاعها. والله احنا هنا في ركود والناس مش بيشتروا كتير والدينة دي. انا كشركة مش هعوز اا اخسر. ومش هعوز اخسر اي يعني لو حتى واحد في المئة من الماركت شير اللي عندي مش هعوز اخسره مش عايز اخسره ايز بدون يشتري برة. تمام? فبيقول لك ان انت لما تيجي تفتح مسلا في بلد فيها ركود اقتصادي لأ ده كده عشان تنمو عشان الناس تعرفك لأ انت بحتاج وقت تمام? عكس لما يبقى فيه حلو? ديب تاني حاجة برضو لازم احطها في بيلة واشوفها الانفلوشن. باشوف التدخم. التدخم ده بيقول لك انه برضو اا نزر تمام بيأثر على في الانترنشنل بيزنس. برضو ان انت عندك التدخم بيأثر علي انا وانا بياخد حسطه. بيقول لك ان انت عندك دي بتبدأ تأثر على وبيتأثر على والله انت عشان مسلا تعوز اا تعمل مشروع جديد في بلد فيها تدخم امام زي مصر لا هتفشل. ليه? هتفشل ليه? والله لا هتفشل عشان دلوقتي احنا هنا كله مش عايز يشتركه ويخلي فلوسه انت زي نفسك لو جيت مسلا تاخد اا كارد من البنك لا ده النسبة دلوقتي بقت عالية مش عارف ايه بسبب التدخم ممكن تتغلب بعد كده. لأ يبقى انا راح ندماغي وروح لبلد مستكرمه فاش تدخم. طيب. تالت حاجة ايه اللي عندك الميزان المدفعات. بيقول لك. بيقول لك ان انت عندك ااا النزام المدفعات ده وضع البلد ومتيجة الاعمال التوجرية الدولية واصر على المستقبل الاعمال التوجرية. بيبدأ يقول لك ان انت الصادرات والوردات ده بتاصر في السلح الخدمات على وضع الحساب الجاري. تمام? واصر تضفق رأس المال على وضع حساب رأس المال. يعني ايه? بوسع. بيقول لك انت لو انت عملت ااا ان مسلا لو انت عملت ااا وردات مفرطة بنسترع للخدمات والروس الامال على الصادرات. شد ان انت كده بتقدي الى ميزان سلبي للمتفعات. يعني بتبدأ تخلي اللي انت عندك بتعمل حاجة اسمها يعني ان انت لما بيبقى عندك بتاعتك بتزيد تمام? عن الاكسفورتننت. تمام? والله بيبقى عليك فلوس بتخلي فيه يعني انت بتستورد بستورد مسلا بعشرة مليار. هلق? بستورد بعشرة مليار. وبصدر بعشرة مليون. ده انا كده عندي عجز في المزان المتفعات ده او يبقى البلد دي كده مش نقف على البلد دي على فلوس لما تقولي بس البلد دي هتخسر. تمام? فانا خلاص يبقى انا رايح للمجة خاصص. لاما يشوف بلد صادراتها اكتر من ورداتها او وفيه ما بينهم حتى يبقى فيه مسلا فرق يبقى ولاي الاول. اخر حاجة بتبدأ تركز برضو فيها في العمل الاكسودية اللي هي بتبدأ تشوف عمليات النقل. عمليات النقل اللي فيقول لك ان هي بتختلف من بلد لبلد. بيقول لك ان انت عندك برضو اا راشا يعني بتبدأ تقول ان هي عندك برضو روسيا غيارة الانظوم الاكساسية في وقت واحد. تمام? بيقول لك ان هي دخلت لكده تواجه عقوبات وخيمة خلال مرحلة مبكرة من العملية. بمعنية? انت بتبص على بتبدأ تبص البلد دي فيها حروب. البلد دي فيها تغييرات السياسية كتير. البلد دي فيها مشاكل بين الاحزاب السياسية اللي فيها. البلد دي ممكن يقوم فيها صورة. البلد دي ممكن يقوم فيها حرب. تبدأ تبص على الكلام لكله. تمام? وببص على الدولة اللي هي يكون عندها سبات في تبدأ تبص على الدولة اللي فيها سباتك تتصودي وسبات سياسي ما فيش اي مشكلة. طيب. اخر حاجة بقى برضو اه عندك رقم اربعة بتبدأ تبص عليها. تمام? اه بعد بتبدأ تبص على البلد تبدأ تبص على البيئة السياسية. في بيقول لك ان انت برضو يعني تبدأ تقول ان انت عندك الايدولوجية السياسية هي مجموعة من الافكار والنظرات والاداف المعقدة اللي بتبدأ تشكل برامج التماعي السياسية. طيب. بيقول لك ان ان انت عندك برضو بتبدأ تقول ان انت عندك دلوقتي تختلف الايدولوجيات السياسية للشعب في نفس البلد بشكل كبير. بسبب ايه بقى? بسبب ان انت عندك فيه اختلاف في الثقافة. فيه اختلاف في الاخلاق. فيه اختلاف في الكميونتي. وفيه اختلاف وفيه اختلاف الايكونيوميك جروب. ايه عم كل ده? ما كل الكلام ده بيأثر على يعني انت دلوقتي. بيقول لك ان انت ممكن تلاقي نفس البلد فيها اختلافات في الثقافة. فيها اختلافات في الجماعة الارئية وجماعة القبلية والجماعة المجتمعية وجماعات الدينية والاقتصادية. ده كل بيأثر على تشكيل احزاب سياسية ومختلفة. يعني انت مسلا بتخش مسلا بلد زي الهن ده تمام؟ هل هي جماعة عركية واحدة? لا ده انت بتلاقي ناس مسلمة ناس مسحية ناس بتعبد البقر ناس مش عارف ايه ناس بتعبد النار. ايه يا عم ده? تمام انت اتراضي ده اقول له ازاي? فبتبدأ تخش مسلا انت لها انت عندك فيه ايه الاخلاق المختلفة او فيه اختلافات في لعا.. العاملات الاخلاقية او الجماعات الاقتصادية. بتلاقي ان انت عندي فيه ناس مسلا هتروح مسلا بلد معينة هنقول لو ياكن انها مسلا روحت بلد زي السنغافورة تمام? لقيت ناس معها فلوس كتير قوي قوي قوي. يعني الناس بتقول عليهم كريمة المجتمع. وناس بتلاقي مسلا تلت ربع البلد تحت خط الصفر. اللي هو تحت خط الفقر. الناس دي ايه? الناس دي مش جاية الناس دي مش تشتري الناس دي مش هتنفع. بقى انا كده برضو مش هينفع افتح في بلد زي كده. برضو بابدأ اوصي على حاجات معينة في اول حاجة اوصي على الدموقراتية دونكورسكي. بقول لك انت عشان تبدأ تحق الدموقراتية بيعندك بيولة دونكورسكي. بتقول ان انت بتهدف لان كل الستيزين او الستيزين شود بي ايقوال البوليتيكال ان دي ليجيكال شود انجوي فريدوم تمام? بتقول ان انت عندك لازم عشان اقول ان الدولة دي دموقراتية وفيها صوت الشعب واقدر افتح فيها ويكون عندها دموقراتية وما يكونش فيها مسلا اه ناس صوتهم مش مسموعة بقول لناس مسموعة لازم ان انت يكون عندك كل المواطنين عندهم بيتمتع بنفس الحقوق والحقوق متعدلة تماما ومتساوي في الحقوق السياسية والحقوق القرونية وكمان يكون عندهم فريدوم عندهم حرية. طيب تاني حاجة بتبدأ تبص عليها المالت بارتي سيسم اللي هي نظام تعضية الاحزاب. نظام تعضية الاحزاب دي بيقول لك لما بيكون فيه من بارتي سيسم يعني بيقول لك ان انت هيكون عندك العديد من الاحزاب او لاسا انك حزبك هو لحصول على سيطرة الحكومة في نظام تعديل الاحزاب. فبيقول لك ان انت كده مش هيبقى فيه يبقى هو هيبقى سيسم اونلي وان اه دوينت بارتي هيبقى في حزب واحد. يعني بيبدأ يقول لك لانت لما يبقى عندك فيه احزاب كتير او في البلد او حزب واحد بس برضو بتلاقي كده ان انت لما بتلاقي ان الدنا كلهم سيطرة راحة فيه ايه ده حزب واحد ايه حزب واحد هو اللي بيبقى عنده السلطة زي مسلا في الفون وعشرة زي ما قلنا ان انت الفون وعشرة كان عندك الحزب الوطني مسيطر على خمسة وتسعين في المية من اه صوت الشعب او من مجلس الشعب هما اللي بيقولوا قرات كانت السلطة كلهم في يديهم هما اللي كانوا بيحطوا القرارات وما اللي كانوا بيشروع قرانين على حسب ده اخب تالت حاجة اللي هي المصادرة بيبدأ يقول لك ان دي بروسيز اوف ناشنال ازايشن اوف برتي وزاوت اا ان هو انت بتقول بتبدأ تعمل عملية مصادرة الممتلكات او تأمين الممتلكات دون تعويض والله احنا ناخد دي الحاجة دي مش نبضيك تعويض وما انت ملكش لازمة وكلام بكل لا ليه بيبدأ يقول لك ان انت بسبب كده بيقى فيه طبعا عندك مخاطر سياسية في اه بيبدأ يقول لك ان انت دور القانون غاية في الدولك انت مش تعرف اصلا لو حصل اي مش كلا مش تعرف تروح للحكومة انت كده مش هيبقى عندك قانون سايد الدولة دي او لو حصل اي مش كلا تعرف تيجيب حق اكبر القانون بيبدأ يقول لك برا ان انت عندك دي تمام بتواجه ايه المقاطر السياسية في عملية تغيير الحكومة او يعني دي يبدأ ان انت عندك الشركات دي اللي او مؤسسات الدولة دي بتواجه تغييرات في اه اثناء تغيير الحكومات او الحزاب السياسية والله انا فاتح شركة والدنيا جميلة وكل حاجة بتيجي لما الحكومة تغيير لأ والله احنا هنقفل شركتك احنا هناخد شركتك هنعممها احنا مش عارف ايه كلام ده كله في من خاطر انت بتواجهها بتبقى بتقول يا رب الحكومة الجديدة اللي جاية تبقى بس ايه معانا فاهم الكلام ده شمعناه او كتير او سعتصارك ان اقول لك يا رب بس انت لقى الحكومات جاية بس تبقى ايه مناصرة للناس مسلا لو ما شغالين مش عارف ايه تكونوا مناصرين للناس اللي شغالين فين? الكلام ده كله. بيقول لك من انت الريسك دي بتأثر على الوستقفرمينت اكشن لايك والنشارنالايز والدومستيشن والاكسورتينج بتبدأ تقول ان انت عندك. بتأثر مخطر السيساب اجراءة الحكومة المضيفة مس المصادرة والتأميم والتدجين ونزع الملكية وكلام ده كله. كي ان انت ممكن تلاقي تبقى فتح شركة واتخذت منك في ثانية. طيب? طيب. بابدأ بس على المودل انتري عند اه عملية اه الدخول اه طرق الدخول وقدارة المخطر شبه انت اي شركة برضو يبقى لها متاحة ان انت لما تتوسع في شركة بيبقى فيهم مشاكل بتاع بلا اول حاجة مسلا عندك او المودل دوت هو اربع بيكون اربع حاجات مسلا كل ما بتعلى كل ما المخطر عندك بتزيد. طيب بيقول لك اقل حاجة في المخطر اللي هي لكسورتينج التصدير. انه هو ان انت بتنتج بروديوس جزء ان اوان كنتري توسيل ان اوان كنتري بتنتج في دولة وبتصدل لدولة تعني بتنتج في مصر وبصدل لمسلا للمسلا ان اوان فبيبدأ يقول لك ان هي الاستراتيجية دي بتمنح لك ان هي بتبقى زي لست اه اه بتحلك ان انت مسلا بتستثمر اقل عدد من موارد من حيث منتجاتها وتنظيماتها واستراتيجيتها فبيبدأ يقول لك برضو ان في ميني 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 موست كونتري ديسلايك زيز انتراتيجي بكوز ايت بروفايد ليس لوكال اه مرومين يعني بتبدأ تقول ان هي لانها توفر عمالة محلية لما بتبدأ تعمل عملات تصدير وتوفر لك اه انت كبلد مضيفة بتبدأ تاخد منها العمالة المحلية بتاعتك انت والله انا فتح هنا في السعولية ما فتح في السعولية فانا هاخد ايدي العمالة الناس اللي هم السعوديين هم اللي ينتجه في الاخر قصة انا بعد ما انتك هصدل لدولة تانية. طبعا? طيب. عندك برضو تاني حاجة مسلا اللي هي اللي هي الترفيز والامتازات. بيقول لك ان انت عندك الترفيز دي بتبقى بتمنحك ان انت بتكون اه اه دي يعني بيبدأ يقول لك ان انت الترفيز دي بتمنح الشركة لحصول علاقتها او رسوم مقابل الحق في استخدامها المادة التجارية او براءة الاختراع او اصرار التجارية او غيرها من عاصر قيامة للملكية الفكرية. بتدى ان انت تشوف الملكية الفكرية بتاعة الشركة دي وتاخد الترفيز يعني مسلا شركة مفتوحة مش عارف في السعودية وانا عايز افتح منها شركة في مصر فبعاليس ده ينفع هستخدم اسمك ينفع هستخدم اللوجو بتاعها ينفع هستخدم مش عارف ايه اه طب يتفع مقابل ده ده العملية الترفيز طب اللي هي الامتيازات بتقول ان هي برضو بتبقى اه بوردر رينج اف اه فاكتور ان اه ان او بيروت ديورنج ويتش زا ان اه تبدأ تقول ان انت الامتيازات دي انت تبدأ ضمن كده امتيازات يتعمل متوقع اوسع من العاب الفريق اللي عاملوه دي فترة اطول يسرخ الامتيازات دي والله يا فندم احنا انا ياخد الامتياز للمكان بتاعك دوت لمدة تسعين سنة خمسين سنة يعني مسلا زي ما حصلت اه الامتياز بتاع كرنات السويس او تأميم كرنات السويس اللي هو بقى انت كانت كرنات السويس دي انت عندها في مصر تمام بس اه كانت الشركة اللي هي الانجليزية دي والفرنسان الشاكري كانت واخدها لمدة تسعة وتسعين سنة ايه تسعة ايه احنا تسعة وتسعين سنة احنا هناخد المكسب كله جايل هنا المش عارف ايه جايل هنا انت بس ده يعدوبك تاخد اجار الكلام ده كله تمام هي دي اللي انت بتنمح امتازها بتدي له هو هيتعمل كل حاجة وانت او انت في الاخر هتاخد فرود اه بيبدأ يقول لك ان انت برضو اه تعمل اه التحالفات قوله الاستراتيجية ويه تبقى عندك الاستراتيجية دي اه افشان او او افكتيف اه ان هيلبينج فريم المهم انكريز ريفينيو اند ريديوس كوست يعني والله عملت التحالفات دي او المشروع المشتركة بتبدأ ان هي بتساعد الشركة على زادة اراضات وخفض التكاليف طيب يعني ايه يعني والله حضرتك انا جاي افتح في السعودية لايت ان المشروح يكلفني مئة مليون وانا كل اللي معايا ستين مليون ماشيف شركة تانية تخش معايا بالل اربعين مليون يبقى انا قللت التكلفة علي تمام وفتحت المشروع اللي انا عايزه بمية مليون وزودتها ارباحي والدنيا تمام تمام طيب يبقى هل دي تنفع او تنفع في شركة اكترة وبتعملنا في شركة اكترة وبتعملها تمام احنا هنتعاون مع بعض هندفع التكلفة مع بعض هنزود من التكنية هنستخدم احسن اه تكنولوجيا هنستخدم اه احسن عمالة الكلام ده كله بحيس ان احنا برضو رجع لنا احسن والتكلفة تبقى ولا كلها علي ولا كلها على الشركة التانية احنا في ما بين اه مسلا انت خمسين ولا خمسين في المية انت هتدفع مسلا اولنا مشروع مسلا بمية مليون انت هتدفع خمسين وانت هتدفع خمسين والاربع هترجع لنا انتقى تعالى وعد شوية نفتح مسلا برضو شركة تعاونية زي كده في بلد تانية ممكن نضم معناها اسم شركة تانية الكلام ده كله. اكتر حاجة بقى بفارسك تمام هي الاف دي اوي فورين ديريكتن في سمين الاف دي اوي بتبقى عبارة عن ملتوناشنال كامباني تمام ملتوناشنال كامباني هي بتبقى الاونر بالنسبة مية في المية من الاسهم تمام شركة متعددة الجنسيات بتفتع عن دينا في مصر تمام اه شركة بقى فيها الناس سعوديين على امريكيانيين على مش عارف كويتيين على امراطينيين تمام وانت ملكش فيها يعني مش مسلا زي التحليفات انت اوخد خمسين وانو خمسين لأ انت ملكش في الشركة اي خالص ده هي شركة جاية مية في المية خارجية ملتوناشنال تمام بيبدأ يقول لك ان انت عشان الاف ده اي ده يخش بيما بيخش عن تراحة كتين اول حاجة ان هو يعمل اه ياخد ان هو يحصل على شركة قائمة في البلد والام يعني والله احنا هنا في مصر هناخد شركة من بابها هنشتري الشركة دي الشركة دي مسلا معروضة في المزايدة هناخدها اول ان انا بعمل بجيب فعلا شركة بقى من الاول انا بقى اللي بشوف الاعلام التقرية بتاعتها وانا اللي ببدأ اشوف الليجو بتاعها وانا اللي ببدأ اشوف انا هابتدي هنا في اين هابدأ بابدأ مشروعه يعني من اول طيب اخر حاجة اللي هي دي اللي هي الخدمات الخدمات عندك تبدأ ان انت تعمل سيرفا فيوتشل اوف سيرفز جنري ميك ماركتينج اوف سيرفز ديفرانت تمام تبدأ ان انت تعمل تسويق الخدمات مختلفة واكسر صعوبة من تسويق السلعة يعني مسلا خدمة زي خدمة اوبر حلو اوبر دا بالنسبة خدمة حلو مش سلعة طيب انت عشان تعمل له ماركتينج لأ خدت وقت كبير اكتر من انت هتخذ سلعة طيب سلعة والله عام نتعلم احنا مسلا هنعمل اا لو انا هعمل ماركتينج لسلعة لو انا بقى رجل بتاع ماركتينج وجاية افتح جديد والله اعمل مسلا مش عارف السلعة دي مسلا او المنتج دا مكلفني جنيه بيعه بجنو نص طيب مسلا اشتري اتنين وخد اه تلاتة اه اربعة دي يعني مش عادة يبقى عندك وسائلتي لكن انت مسلا سيرفز زي اوبر دي هتبدأ تعمل له ماركتينج ازاي? اه انت ممكن مسلا تقلل سعر رحلات في الاول تمام? لو مسلا خدت اه اربع خمس رحلات خلال اسبوع ممكن تاخد رحلتين ببلاش الكلام بيكون بس برضه عشان تسمع فيقول لك ان انت عندك ان السيرفز دي الماركتينج بتاع بيبقى صعب بيبقى صعب من ان انت تعمل ماركتينج لسلعة نفسها تمام? الحمد لله كده خلصنا شابتر واي نوتوف مسلا فقال من ساعة تمام? اه طبعا الشابترين دول مليانين في الكتاب مليانين في مليانين في البيد ايف واللينك للدكتور بتبعاتهم تمام? اه حاول تلمهم يا رب كن الناس استفادت يا رب كن الناس عرفت تزبط الدنيا ان شاء الله هنعمل برضو شابتر تلاتة واربعة ممكن بعد كده ننزل شيط اسئلة كويس لمام اول اربع شابات رحشان لو حد واعملوا حاجة. واتمنى انها كن ندير تفاهمكم بالتوفير ان شاء الله الشباب وما تنسوش يدعو لي اه امات المسلمين كلهم بالرحمة. سلام عليكم.